هلا والله مزاجي هنا أشياء مجنونة موجودة في اليابان بس الجزء الثاني خش واحد في أوقات الزحمة والعمل تكون القطارات في اليابان مزدحمة زيادة عن اللزوم فوظفوا المسؤولين الرجال ووظيفتهم الوحيدة هي أنهم يدفعوا الناس ويحشروهم في القطار عشان يركبوا أكبر عدد ممكن منهم وكورونا سأخبر الله بكل شيء اثنين يوجد أمام أي مبنى في اليابان موقف سيارات وموقف دراجات وموقف مظلات تحط مظلتك وتأخذها وانت طالع ثلاثة إذا تأخر القطار خمس دقائق بس محطات القطار تقدم اعتذار مختوم للركاب عشان يقدموه لمديرهم في العمل أو في المدرسة ويسامحهم على الخمس دقائق اللي تأخروها نفس عندنا بالضبط مستحيل حد يتأخر خمس دقائق عن عمله أو مدرسته صح؟ مستحيل أربعة الشفط في أغلب البلاد إذا طلعت صوت شفط وانت تاكل معكرونة أو نودلز تكون مقرف أو غير مهذب لكن في اليابان إذا ما طلعت صوت الشيف ممكن يزعل لأنه يحس ويعتقد أنك مستمتع بالأكل اللي سوى أو ما عجبك أصلا فإذا رحت هناك اشفط اشفط من قلب وهذا جزء ثالث لسه في أشياء مجنونة أكثر وأكثر